في شأن الطاقوي يشرع وزير طاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم الاثنين في زيارة عمل وتفقد لولايات برج باج مختار وأدرار وتيميمون حيث سيشرف على وضع العديد من المشاريع الطاقوية حيز الخدمة وفق لما فد به بيان للوزارة وأوضح البيان أن زيارته التي ستدوم يومين ستعرف تفقد مشاريعا للغاز والكهرباء والمنتجات النفطية كما سيتم عقد جلسات عمل مع السلطات المحلية لمناقشة خطة التنمية المعتمدة لكل ولاية في مجال الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز وتزويد مناطق الضل وقطاع المناجم